بصورة يومية ورغم الجهود الأمنية والأهلية والمحاولات الحكومية لاستعادة ما يتم عرضه في الخارج من أثار مسروقة إلا أن نزيف السرقة لازال مستمر بالنسبة للسرقة ده طبعا عمل إجرامي المفروض للأثار دي ملك الشعب المصر كله مش شعب المصر كله ده ملك العلم كله يعني ده الأثار دي في الحقيقة أنه ملك العلم كله من حق العلم كله أنه يحتفظ بيها ويشوفها بالنسبة لسرقة الأثار في مصر هي الأولى الطرف المستفيد من سرقة الأثار في مصر أكيد مش المصريين تبقى فيه جهات بره مستفيدة من الموضوع ده تبقى بيتمارس ضغط على المصريين بالأثار بتاعتهم وعشان تضر البلد باقتصادها عن طريق أنها تجذب السياح بدل ما يجيوا يتفرجوا على الأثار في مصر يروح يتفرجوا عليه في المتاحف بتاعتهم دي حاجة تاني حاجة فيه مخطوطات زي مثلا ما اكتشفها في الآخر أنه فيه مخطوطات بتدل على مواقع مناجم دهب موجودة في مصر بس المخطوطات دي موجودة في أماكن بره يعني دلوقتي أنا عندي مناجم دهب في مصر من أيام الفرعنة مش عارفة وصلها إن المكان بتاعها مش عارفة وصلها لأن المخطوطات بتاعتها موجودة في بره فدي الهدف بتاعها الاضرار بالبلد وقتصادها ومصلحتها يجب على كل مصري ان الاثار دي نحافظ عليها ان دي حضارة الحاجة دي المفروض الواحد يفتخر بها ان هو مصري ان الحاجات دي دي بالناجال المفروض دي الواحد يحافظ عليها ويبقى السؤال حائرا دون ايجابة من يقف وراء سرقة اثار مصر ولماذا لا تقوم الجهات الامنية بدورها بحسم ابراهيم شكر للفضائية المصرية رجعنا لكم مشاهدينا مرة تانية واسمحولي ارحب ديوفي النهاردة واكتشافي سنعرفه من صاحبه النهاردة مستر لاز جالمر هو مهندس ايرلندي ويبقى من ييجب شكرا ايضا كمان معايا المهندس عمر محمد هو مهندس مصري ومقيم في لندن مساء الخير مصر طيب احنا اكيد عايزين نوضح للمشاهديني بشكل سريع وشكل مبسط الفكرة اللي امت عليها والاكتشاف اللي ام عليها مستر لاز 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 سر لاز 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 ميز ان ام 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 إنه يدفع فى هذا ليس نهر بحقًا وعندما أجل المنزل مرة أخرى في عامفة المرة مرة أخرى في 2002 وعندما أصدقت بحقًا بذلك مرة أخرى كما يجبت أن أجلها في الشيخ المرتفع وكما يكون أكثر بحقًا وكما تكون ذلك في عامفة المرة لذلك كنت أحاول تنظيم التنظيم في الأساس الهندسي الذي أقيم عليه بناء الأهرامات هذا الكلام الذي قاله مستر لاز اشتغل عليه بقيله حوالي الوقت تقريبا 12 سنة مضبوط هايغير ده هايغير في شئك يعني في المنظومة نفسها إيه اللي حنستفيد منه مصار كويس جدا مصار نوع يعني لي مستويين في الفائدة الأولانية وحضرك شفت إن دوت فعلا أو يعني ناس اغتمت دوت فعلا الأساس الرياضي للتصميم بتاع الهرام بدون مبالغة ده فيه إعادة إعادة تابة للتاريخ المعرفة الرياضية إنه هو حتشوف هنا دوت يعني المهد علم الرياضيات بالباترنز الموجودة فيه الباترنز الموجودة هي الحاكمة لغرفة الدفن اللي جوها الهرام والنسب الهرام اللي احنا كلنا شايفينها هنا قطرة نحسبها ربنا تتكلم عنه هنا هو الأساس الرياضي اللي بيوصل للبناء الهندسي البديعة اللي موجود دوت فعلى مستوى الأول حضرت مكتوني بتتكلمي عن مرضود وعليش بزرد في الأولى نتكلم عن لحية المعرفة عموما الجزء كبير من المعفهمات الرياضيات الموجودة يعني متضمنة جوه التصميم دوت احنا بننسب الفضل ليها مثلا للإغريق الإغريق لما تتكلم عن الرياضيات احنا نتكلم عن ناس جوم بعد الهرام بتبنى بحوالي ألفين سنة أو أكتر ألفين سنة مش عشرين أو تلاتين سنة بالتأكيد دوت بيسلط ضوء على جانب ما هواش محروف قوي من الحضارة المصرية القديمة يعني في عندنا كل الآثار الموجودة لكن ما نعرفش كثير عن ما فيش برديات مثلا متقول والله الحساب كان إزاي الحساب أو النسب هو هنا بتكلم أكتر عن النسب حتى يعني ممكن يكون أي مقياس لكن نسبة ده لده 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 ده يصلت ضوء عن علوم ومعرفة كانت نوجودة في الحضارة المصرية القديمة وبالتالي يعني يزدها ثراءا الإضافة دي بتصور بالمنطق إنها هتكون لها مردود إيجابي من ناحية الاهتمام بالحضارة المصرية القديمة يعني شيء رائع وفي ناس كثيرة جدا في الدنيا معلأسف هنم كنت مهتمة مهتمة جدا 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 ده هي زود ده برضو بالمنطق إنه زود في الغالب إن شاء الله يكون له مردود إيجابي بسبب اهتمام الناس الناس أكتر عايزة تيجي تشوف الموجود ده الحقيقة في شيء رائع تاني في الباترن الهندسي اللي موجود في التصميم وعش طيب شوفنا موكن كله مردود إيجابي في زي إحساس الناس بالرياضيات عموما الرياضيات دائما عند مواظم الناس شيء صعب وزي ما يكون عندهم كده منطق وحاجة يعني صلبة جافة جدا مضبوط ده بيقربها يعني ممكن واحد يحساها لما يشوفها قدام بسم مستر لازد بس 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 الحقيقة منظ pellه بس أعقد أعرفت أكثر بأساة أعتقد أنت تلك البيانات ما أعلم أنت في حالة في الأول، أثناء في العامين أعرف أنت في الأول منتجات الأمور منتجات عن استخدام أخبار أو أسناء عبر أخبار إذنون منك إذنون من المكلفة تلقيت بمعالي والمجرد بمجرد والأمر الأنمور أعلم أنت بأساعة لكما يقولون أن نفسها وكما تحدث في هذا المنوط الذي يتحدث في هذا الناس هو مجرد الأشخاص من المننطقة من خلاج موجودة تبقى لدى هذا الناس قبل 10 إلى 15 مناسب وكما ترحب في هذه المنطقة كما يتحدث في الناس، لكما يستطيع الناس لعبطة الناس بشيئ الريض أنظمة الريض النظر فهي تريد الريض النظر والمع ما نتحدث في اليوم الآن العديد من المتجميع الآن. ومع المتجميع الآن. وما في السؤال هذه المتجميع، فإن أعتقد أنه مهندس وفي نفس الوقت هو رسام. ما هي العلاقة ما بينه هذا وما بين الرسم ويساعده كيف؟ وفي نفس الوقت، على الناس ما نرىه قدامنا. يمكن أنه استوحى هذا كله وشاهده الهندس هو اللي يقرب. وفي نفس الوقت هو ساعدته كرسام في استوحى هذا. أصرت عليه لما قابلنا في الأول كمبيورينا عنده معرض معظم اللوحات فيها الباترنز الهندسية. ليس بالظبط لكن متأثر جدا. يعني كمان هو بيكلم على الرياضيات الماتماتيكس فكل ده فيه نوع من أنواع الارتباط رغم أننا نتكلم على حاجات مجالين يبدو أنهم مختلفين تماما. لكن في الأول وفي الآخر نحن حنوصل لنتيجة من النتاج المهمة جدا سيبقى لها مردود. غير أنهم يكونوا منبهرين بالحضارة الفرعونية المصرية الكبيرة. يعني أكيد على الأرض الوقت تقدم العلمي. يعني ده ممكن يبقى في الدراسة مثلا كدراسة هندسة مثلا ممكن يبقى له تأثير. طبعا في دراسة الرياضيات حتى قبل دراسة هندسة نحن نعود في الجامعية المصرية البريطانية لاز أول مرة ما جاء اللي أريد أن أتكلم معاك وفي عندي حاجة أنا شايف أنها مهمة جدا ورائعة وكذا إحنا تمينة جدا. الجامعية تهتم بالعلاقات بين بريطانيا ومصر أكثر من ناحية الثقافة والتعليم. هل تدي فوروم للبريطانيين المهتمين أولا أيرلندي أنا أعيش في لندن البريطانيين المهتمين بمصر والمصريين الموجودين في البريطانيا أنه يتوصلوا. إحنا شفنا الكلام ذا وكنا نرى أنه مبهر فعلا أكيد نحن نحن خبراء الإيجيبتولوجي لكن في عندنا ممبرز من الإيجيبت أكثر من حد مهتم بالحضارة المصرية الأديمة وهو كان راغب جدا في أنه يجي مصر يقابل أكبر عدد ممكن هو قابل بفعل وزير السياحة مصبوط حرج على الكوسئية أو للقاء يمكن أن تدينا معلومات أكثر عن فحو هذا اللقاء أعلم ممكن أن أقولي الكثير فيه أنه هو لقاء أول وشوالة كان فيه أكثر من لقاء تاني لكنه كان لقاء مرسميري إيجابي جدا طيب ده شيء جاملين طيب إحنا كمنا يمكن معي على الهاتف الآن الصحفي شادي صلاح من لندن مساء الخير أستاذ شادي أستاذ شادي يمكن أتكلمنا عشان نكون مختصرين يعني في الموضوع نفسه إحنا بلتكلم على عايزة تكلمني عن تفاصيل بيع التمثال الفرعوني مصر بصالة مزادات في لندن في البداية هو كان تمثال اسمه سخنكا تمثال الكبير الكتب في الأطر الخامسة بالعصر الفرعوني ده كان تمثال يعني سابع لمتحف نورد هامتون والمتحف عرضوا للبيع لأنه كان محتاج تمويل بحوالي 14 مليون عشان يعمل يعمل عمليات توسيع المتحف طبعا التمثال ده خرج من مصر من حوالي 160 سنة في الفترة دي ما كانش فيه أي إجراءات تزميل أو أي أوراق رسمية كان فيه عمليات سرقة عمليات بعض الحكام في مصر كانوا بيهادوا حكام أوروبا بالتمثيل الفرعونية للأسد الشديد التمثال له قيمة كبيرة جداً التمثيل للبيع وده يمثل انتهاك الملكية العامة للتمثال لأن الحاجات دي يعني ما كانش فيه أي يعني أي فرصة للتواصل بحيث أن حاجة زي كدهوت ما تحصلش إحنا أكيد التمثال ده خرج من مصر صارة مصرية يعني قامت بمجهود كبير جداً على هذا الصدد ويعني قدموا احتجاج رسمي لدى المتحف مصرية يعني تم بيعه بشكل علني يعني رغم أنه هو في الأول وفي الآخر هو مصروق بالضبط بس هو القصة كلها إنه خلص اللي عرفت حضرتك ده تمثال طلع مصر بقى ملكية في بريطانيا وملكية بتاعة المتحف نفسها ما نقدرش نتكلم في القصة دي القصة إنه إحنا مش عايزين مش قصة تخنكا تخنك هذا حالة إحنا عايزين نبدأ نشتغل من عندها لأن بعد كده ممكن أي متحف ثاني عنده آثار كتيرة جداً إحنا ممكن لو عايز أي مبلغ أو محتاج فلوس إنه هو يبيع يعني إنت من إنتش محتاج التمثال ده نرجعه رجعه البلده إحنا نقدر ندفع حتى فلوس التمثال ده بشكل بالتقصيد بأي مبلغ لكن مش الحل إن أنا أعرضه في المزاد وكأنه كأنه أي قطعة يعني ملكية خاصة يعني ملكية خاصة للأسف بالضبط شكراً جزيلاً أستاذ شادي صلاح صحفي من لندن يعني هو موضوع على فكرة يعني للأسف مش عارف أقول إيه عليه بس هو يعني موضوع صعب موضوع مزعيم آه جداً لأنه في حاجة حالة من حالات يعني زي يقول إيه اللي هي الفج وصريح وبلا أي خطوات من حالات الإنكار كمان إنه في مشكلة أو أي حاجة على تعناه أمر واقع يعني علاءة لكن حسب ما أنا فاهم الحجة اللي دايما بتقال إنه زي ما كان مساء الشادي كان بيقول آم إنه خرج وما كانش فيه أي تسجيل آم لأب بتاكيد نها حجة يعني بولشين دوة آآ أصوه يعني هو تسالف العلموس الضبط هو مش متباع علشان هو حد عمل أول مبارح هو متباع لأنه معروف إنه بالمبلغ الكبير دوة من الأسف طيب أنا للأسف وقت انتهى وسأكيد حيبقى لقاءات تانية بإذن الله بإذن الله مستر لزه يعني فرصرحي يعني إذن الله رحل على تتجدك جميع أن أتجدك كنت تتجدك وا قلت تحديق علشان الناس يعني مشكلة صعبة بس يعني إن شاء الله نتجاوزك المرة على جاءة بإذن الله وأنتظر أن أراك تعالي حكذا شكرا جزيلاً مستر لزه ومهندس أيرلندي وشكرا جزيلاً مهندس عمر محمد الموانس المصري مقيم في لندن شكرا جزيلا شكرا جزيلا مشاهدينا واشوفكم ان شاء الله في حلقة قادمة بإذن الان بشر من مصري